احنا الجزء دي خلصنا منها لكن عندنا نخش بقى في التقيل شوية محطتك مع الهلال السوداني ودي عليها لغة كتير وعليها كلام كتير حمادة راح واشتغل وبعد كده ساب الفرقة بتاعة الهلال في افريقيا عشان الناد الاهلي يكسب وسبها ونزل فجأة بالليل وبعد كده عايزين رجعوه تاني بعد ما رجعوه هم ساقوه من نفس الكاس اللي شربهم منه وقصة احكي لي ايه قصة دي كلها طب هي مرحلتين المرحلة الاولى اه تولدت فيها ازاي التعاقدت مع الهلال السوداني يعني كان فيه وكيل اعمال هناك اللي مني قال للهلال عايزك اه طوالتوه باش طب سنة كامة حمادة اه الفين و السنة اللي قبل فات الدور اللي قبل فات على افريقيا اه احمد عباس ده ومحامي اه ووكيل اللي عبين وقال لي احنا انا وكيل نادي الشباب يعني منذب عن نادي الهلال قصدي نادي الهلال وعايزين نتعقد معاك اه طوله ماشي اتفقنا على حاجات معاينة بعتولي العقد على الواصل ابن قضاء اه فلاقيت في بعض بنود طول لأ مش موفع عليها يعني كذا عدلت يعني عدلت اه طب ابعت فالراجل كرئيس النادي كلمه انا ما قابلتش كلمه ولا كلمة الرئيس النادي القدس اه تعالى البنود دي كلها تتعدل لما تيجي اه روحنا هناك نادي الهلال دا دربوا هذه الصورة هيك اه اه النادي الهلال دربوا مصطفى يونس اه وحسام الفدري لا حسام مش شغل في الهلال في الهلال في المريخ في المريخ اه 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 ده جهازة فني كابتن السادة مدير الكورة كابتن معاز دا احمال تونسي ولد شطر اوي اوي الهو الاخر واحد اخر واحد اه معاز تونسي وياسر مدرب حراس المرمى مدرب متخب السودان برضو اه واحمد عفتاح من النادي الاهلي هنا كان معايا اه ده الجهاز اله ورحت هناك وعدلت العقد و ما تعدلش ما تعدلش بس كان ساعتها فيه مؤتمر كبير اه في الاستاد في القاع هانات وكم صحفيين وكم بتاع ورئيس النادي برضو مش موجود و فوقتولها مش رمضي طبعا مؤتمر دا عشان خطر التعاخد معك اه اه فطول مش رمضي معا فيه البنود ما تعدلتش بقى رقيت الراجل بايس ان انه يكلمني قلمني بس قدام الناس اه واخد المؤدمات بتاعتك كل حاجة و ولما ارجع من دبي هنعدل الحاجات دي كلها حاجات بسيطة هاني كويس فطول مش بسيطة بس بنود بنود لازم تتغير حوالي ثلاث بنود بس وافقت عليها انت لا ما وافقتش ايه بس مضيت اه مضيت هانينا واقف بس ضبط كده فاقه جي جي الراجل كان دخلنا في الدور شوية مش ماشين كويس اول وبتاع بعكده جي معطش النجم السحلي في النجم طبعا قبل ما نسافر طوله لازم نغير البنود ولازم اصل في اللعيب مستحقتهم كانش تصرفوا صحيحات اللعيب اه لا خالص اوه بعد كده تنزل ملعب اللعيباء قاعدة في الملعب مش عايزة تمر عايزين مستحقت طبعا اه انا قاعدتي هناك في وضة في قوتيل ديقة كان معادي مشقة وعربية العربية ما فيش عربية لتتخش القوتيل ما بتعرفش تخرج بعد كده اوه فوقتول خلصني موضوع العقد خلصني موضوع اللعيبة قالت لما ترجعوا من النجم هو طبعا المتخيلة هنروح هناك بقى تغلب كتير وفي النجم تخسر كتير روحنا كسبنا النجم في النجم اول مرة في تاريخهم انا فاك فاك فرجعنا المشكلة كبيرة لما رجعنا بقى مشكلة كبيرة كبيرة اول حاجة كان مفروض يصرف مقافئات اللعيبة ما صرفش مقافئات اللعيبة دايقت كانت متخيالة لها ترجع بقى طبعا كازباني النجم في كونس ما صرفش فجئت نزلت الملعب لقيت حوالي خدك انا خدنا اجازة يومين كان بين المدير ومدير 14 يوم اه خدت اجازة يومين نزلت مصر انا روح كده اجت لهم على اه في انزلت الملعب لقيت حوالي اه تمن لعيب أسسين مش موجودين معي في المعارض ايه لا اصر مدير الكرة قال لي اه دولة العقل بتاعهم انتهى وانت شغال في عندي بطش بعد 14 بعد عشر طياب مع النجم من العودة اه طب ازاي يعني وبعدها طالع بلنتانيون برا في زنباوي اه كده الاهلي جايلي اه قطلوه ازاي قال لي تمن لعيبة اعدنا فاضل تمن تيام عام المبراه اعدنا حوالي خمس تيام اللعب دي ولا تليفونات قفلين تليفوناتهم وما اتمرنوش جم قبل المطش في تلات تيام اه اهم اهم اللي اخدين القرار اللعيبة لسه ما تجددش في مرحلة تفاوض اه ده اللي خلينا اخسر المبارات النجم اه خمس تيام فأنا كنت طبعا قال للراجل ما ينفعش لازم ياخدوا مكافأاتهم لازم تجدد دينا الناس مهمة جدا عندي في تيم تمن لعيبة قسين في الملعب ازاي ما تجدلهمش اه واعدوا في المتاعم المشاورات مهمة جددوا سبعة او ستة او اثنين مشيوا تدخلت المباراة اول حاجة حدا حداث كتيرة راشرة ايام دول جاب لي مدرب في الملعب غير ما ياخد رأيه مدرب بتاع ايه احمل سوداني نزل معايا متاع ايه مدرب اه قال لي ده المدرب العم بتاعك مدرب العم بتاعك تقول لقى طبعا اه جاب لي لعيبة لعيب من العراق واتنين من كوند فوار افرضهم عليك ينزلوا الملعب اوه سوداني ما نشفتهمش هبتان تبدأ فقالوا لي لأ البناء هنا الجهاز واللعيبة رئيس النادي مش الجهاز يعني اه قلت له خلاص انا كده بعد ما خدس المدش خسرنا المباراة كلمت ومرضش كنت نازل مصر يومين اه بيقول لي هربت انا كنت مسافر بعربية النادي اه البسفور واخده بمدير الكورة من النادي اه والتفكرة هم قطعينها بعدم النادي واواخد اجازة يومين مع البرنامج يعني منزلتش قبل مدش الاهلي لا خالص كان عندنا هرجع عندنا مطش بلاتينيوم بره اه والاهلي بعد شهر ولا واحده بصرته بلاتينيوم لا كسبنا هناك بلاتينيوم كسبتوا هناك كنت انت مابوت معهم ولا مش قبل ما يسافروا الجهاز اللي انا مشيت انت مشيت انا مشيت انا كنت نازل اجازة يومين بكلمه في التليفون اه حصل مشكلة في التليفون وقفدنا اه قال لي خلاص ما بجيش تقول له كده مش هينفعل لعيبة كذا 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 فشدت معه بتقول له حاجات انت عمال توقع 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 ما حصلش حاجة مهم مش عايزة اخوش في التواصيل هو رفع قضية علي اه اتحاد الدولي انا كسبت القضية من شهرين الحمد لله اللي انت كنت اخدت مستحقاتك كلها ولو كيش اخدت حاجة لا كنت اخدت مستحقات طبعا اه لا كسبت من القضية وفي رفع عليها قضية قضية عشان اللي انا هربت اه طبعا اه جبت التسخرة والبرنامج اللي كان في النادي وكل حاجة وعي المدرب بعد ما مشيت بيوم غير ما يرجع عليها انت ثبتت كل ده ثبتت كله الحمد لله ستالقضية طيب الحمد هو صدر ليه الجمهور الهلالي الجمهور الهلالي كبير جدا وجمهور رائع صدر له اللي انا هربت وصدر له حاجات كتيرة جدا وصدر للناس مشهد اه يعني كان فيه قضية تعاويد كنت احملها بس وقفت اه اللي هو اتهمني اللي انا ما تواطق مع النادي الاهلي انت سبت قابليها وبتاعك عشان النادي الاهلي ده رجل طبعا طبعا انا عملي غير يعني طيب دي كانت اول مرة التاني مرة كانت القضية لسه شغالة هم 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 فقلت جاييني صفك الموضوع عشان كان لسه حكم ما طلعش في القضية نعم كان ناقب رئيس النادي موجود هنا مجلس جديد غير غير كردينال الاولاني ايوه مجلس جديد بتاع شام الصباط ومعا اسماعين عثمان كذا واحد وطهر يونس كلموني هعزين اوعد معاك طيب طيب الشرافة في مصر انا موجود نجوم بتاني يوم وقعدوا معايا في القاهرة هنا كلمنا فجئت اللي هم اقولوا احنا عزين ارجعك تاني رجعك الهلال السوداني اه النتائج مش كويسة مع زوران السربي دوت وخدنا خرار اللي زورانا هيمشي خلاص عنده اخر مطش بولوزداد في الجزائر وانت هتستلم بعد بولوزداد بس هتيجي معنا السودان هتيجي معنا الجزائر تترجع المورا اه واخدنا التأشيرة وعملت كل حاجة اه كلموني اقول لي لازم تيجي حالا بقى احنا ماشينا وزورانا قبل مورط بولوزداد اللي في الجزائر اه مش هيروح معنا الجزائر انت هتطلع معنا الجزائر كويسة يعني تنزل معنا الملعب تنزل مطش في الدوري وهتكمل معنا على الجزائر اه واحنا في مصر كذبنا العقد كله اه هي الولود كلها اللي انت عايزها اه اللي انا عايزها هم عايزينهم يعني 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 ضمان لي اوليهم كويس وفي نفس الوقت اللي انا هعمل تنزل على قضيهم واخدوك الجزائر يعني كناولاك تكسب الجزائر لأ روحت السودان الاول اه والسودان روحنا صفارة الجزائر هناك وخلصت خدت التأشيرة وعملت المسحة وكتبنا العقد كويس ومافروض همضي هنمضي العقد واخد المقدم والحاجات دي وانه واحنا بنمضي باللينا عندي وطوله اليوم كنت في النادي بنعمل اجتماعات مع اللعيبة اجتماعات مع الجهاز اللي هشتغل معي كويس ونظام عايزة لم بصورة في اربحة ايام بس انا مش بأسقول عن مبارد بلوزات كان فيه مدرب سوداني موجود هيبقى هدي يعني نصاق يعني استشارة كده بتاع اه وانا عارف اللعيبة كويس طبعاً اه وقابلت اللعيبة واتكلمت معاها اه طبعاً كله خلص 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 خلصنا خسطة كويس مش عايزة اخوط فيها يعني موضوع الخلص الحمد لله مفيش مشكلة يعني حمد لله والاعلاقة بينك وبينهم بيحصل اتصال وبتكلمهم ولا مفيش حبيقها لك لا 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 مفيش خلص هم مكسوبين مني جداً لو طلب منك انك تروح تاني السودان هتروح اه مفيش مشكلة خلص مفيش مشكلة اه بس ها ها يعني لو في تعاقد معين التعاقد هتبن في القاهراء يعني عماتاً يعني خدت درس اللي انا يعني ما تتحركش بره بلدك اذا كان معك عادك هنا مخلصي كل حاجة هنا ومخطوم وكل حاجة